بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الرابع الاجتدائي أهلا بيكم حبيبي وسهلا في درس جديد من دروس مادة العلوم هنحل مع بعض اختبارات سلاح التلميذ على المفهوم الثاني هنحل إن شاء الله الاختبار الأول عشان كده بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أتمنى إن إحنا ننتبه شوية عشان كل كلمة وكل سطر في اللي إحنا هنقوله ده بمعلومة المفروض إحنا نستفيد منها نركز مع بعض حبيبي السؤال رقم واحد ألف ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات إيه؟ القاتية رقم واحد لا تتشابه الأخديد والوديان في مستوى انحضار الجدران طبعا إحنا عارفين إن فيه فرق بين انحضار الجدران بتاع الأخدود وانحضار الجدران إيه؟ الوديان يبقى إذن هذه العبارة إيه حبيبي؟ العبارة صحيح؟ يبقى إذن لا تشابه بين انحضار الجدران للأخدود أو للودي رقم اثنين تتكون الدلتا عند حمل الرواسب التي تحملها الأنهار إلى البحار أو المحطات طبعا هذه العبارة إيه؟ صحيح؟ الدلتا بتتكون عند حمل المياه هذه الرواسب وبتحملها طبعا الأنهار إلى إيه؟ إلى البحار زي مثلا دلتا النيل رقم ثلاثة تتميز الأخديد بالجدران قليلة الانحضار إحنا قلنا ورسمنا قبل كده إن الاغدود بيبقى في نسبة إيه حبيبي؟ نسبة انحضار شديدة نسبة انحضار إيه؟ شديدة لكن هنا بيقول هي تتميز الأخديد بالجدران قليلة الانحضار والطبقات الصخرية المتعددة أقول له العبارة طبعا العبارة خاطئة السؤال الرقم أربعة تتشكل الوديان بفعل هبوب الرياح وتجمع الرمال في مكان ما؟ طبعا هنا بيقول عن إيه؟ المفروض مش الوديان المفروض تتشكل الكزبان الرملية بفعل الرياح وتجمع الرمال في مكان ما؟ إذن هذه العبارة إيه؟ العبارة خاطئة نسبة الرقم بي أثناء قيامك برحلة استكشافية وجدت تجمعا من الرمال في مكان واحد في مكان إيه؟ واحد يعني أنت طالع رحلة استكشافية لقيت تجمع من الرمال في مكان واحد أذكر العمليات التي أدت إلى تجمع هذه الرمال بهذا إيه؟ بهذا الشكل يعني أنت لقيت كده تجمع من الرمال كده زي إيه؟ اسمه إيه هو دوه؟ طبعا ده اسمه الكزبان الرملية والسبب في تجمع هذه الرمال بهذا الشكل التجوية ثم بعد ذلك التعرية وأخيرا إيه؟ وأخيرا الترسيب ننتقل للأسئر رقم اتنين ألف اختر الإجابة الصحيحة بما يلي رقم واحد يطلق على الوادي شديد الإنحضار لما يكون وادي بس شديد الإنحضار ألف الكزبان الرملية الإغدود القلعة الرملية الدلتة طبعا بيطلق عليه مين؟ الإغدود السؤال رقم اتنين من أسباب حدوث عملية نقط اندفاع الماء بكوة نحو الصخور من أسباب حدوث عملية التعرية ولا الترسيب ولا التحجر ولا النمو اللي هو اندفاع الماء بكوة نحو الصخور إذا عملية إيه؟ عملية التعرية السؤال رقم ثلاثة الأرض المسلسة الشكل التي تكونت من الرواسب دي بنسميها إيه؟ مسلسة الشكل وتكونت من الرواسب دي احنا بنسميها الدلتة زي دلتة نهر النيل السؤال رقم با اكتب المصطلح العلمي المناسب من بنك الكلمات الدلتة الكزبان الرملية الأغدود رقم واحد واد عميق يتكون في الأرض نتيجة تدفق الماء لفترة طويلة يا ترى ده اسمه الدلتة واللكزبان الرملية والأغدود طبعا ده اسمه إيه؟ الأغدود رقم اتنين تل من الرمال المتكونة بفعل الرياح طبعا معروفة حبيبي تل من الرمال ومتكونة بفعل الرياح اسمها الكزبان الرملية السؤال رقم تلاتة ألف أكمل الجمل التالية واحد تعتبر نقط في الصحراء من القوى الأساسية التي تغير سطح الأرض عندما تحمل الرمال من مكان إلى آخر طب إنه أي قوة تستطيع حمل الرمال من مكان إلى آخر اللي هي قوة مين؟ طبعا الرياح السؤال رقم اتنين تعتبر نقط والرياح من العوامل التي أدت إلى تغير مظاهر سطح الأرض طبعا نقوله إيه؟ الأنهار والرياح ده بتؤدي إلى تغير مظاهر سطح الأرض رقم ثلاثة تتكون نقط عندما تقوم الجاذبية بسحب مياه الأمطار على طول المنحدر أو على طول المنحدر نقوله مين؟ تتكون الأخاديد عندما تقوم الجاذبية بسحب مياه الأمطار على طول المنحدر ننتقل السؤال رقم باء صلم من العمود باء ما يناسب ما في العمود ألف العمود ألف بيقول إيه؟ واحد ألتعرية اتنين الرواسب رقم باء بيقول إيه حبيبي ألف أكوان من الرمال في حديقة بعد هو بالرياح باء نقل الصخورة المفتتة بعد تجوياتها جيم تآكل صخرة طيب رقم واحد اللي هي ألتعرية أقوله إيه؟ أقوله نقل الصخور المفتتة بعد تجوياتها طيب الرواسب الرواسب أقوله أكوان من الرمال في حديقة بعد هبوب الرياح بكده حبيبي ننتهي من حل الاختبار الأول صفحة 194 كتاب سلاحة تنميز بدعوكم على المفهوم الثاني بدعوكم لعمل سابسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يسلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته